السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعي العالم الذكي في فيديو جديد وحلقة جديدة في هذا الفيديو سنتكلم عن طريقة إصلاح جميع مشاكل الآيفون نعم إذا كنت تمتلك هاتف آيفون ولديك مشاكل مع شاشة السوداء أو تشنج الآيفون في لوجو أو في شعار أبل أو أيضا تشنج الآيفون عند استخدامك للهاتف نفسه في التطبيقات وفي تصفح التطبيقات وفلاتي الأمور في هذا الفيديو سأريك الطريقة الأمثل والصحيحة لإصلاح مشاكل الآيفون بسهولة ثم إذا إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم ذكي فأنصحك بالشراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب نعم قم الآن بالضغط على زر سبسكرايب أيضا لا تنسى تفعيل جرس التنبيهات ليصلك الجديد للقناة لحظة بلحظة طبعا رابط تحميل البرنامج وأي شيء سنتكلم عنه في هذا الفيديو تتجده أسفل الفيديو في الوصف نعم في الديسكريبشن بوكس إذا بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله البرنامج المستخدم في هذا الفيديو هو برنامج آي مايفون فيكسبو طبعا البرنامج مدفوع هناك نسخة مجانية تحتوي على بعض المميزات لكن أنصحك بشراء النسخة المدفوعة لأنها ستغنيك وستفيدك في إصلاح جميع مشاكل الآيفون المعروفة جدا طبعا طريقة استخدام البرنامج سهلة جدا فيكفيك الدخول إلى البرنامج على الحاسوب طبعا ومن ثم لديك خانتان خانة الستوندر مود وخانة الادفانسد مود طبعا ستقول لي ماذا تعني هذه الخانة وماذا تعني الأخرى خانة الستوندر مود إذا كان لديك مشاكل في تشنج الآيفون في تعليق الآيفون على شاشة سوداء أو على شاشة بيضاء أو في تعليق الآيفون على اللوغو أو شعار أبل والعديد والعديد من الأمور المتعلقة بالصوفتوير نعم إذا كنت تجد هذه المشاكل فأنصحك بأن نقرأ على خانة الستوندر مود من ثم سيتعرف على الآيفون الخاص بك طبعا يجب عليك ربط الآيفون مع الحاسوب عن طريقة الكابل الكابل اللايتنين الخاص بالآيفون المعروف جدا تقوم بربطي مع الحاسوب سيقوم برنامج I'm iPhone Fix Pop بالتعرف على الآيفون الخاص بك سواء كان لديك آيفون سبن آيفون ايت آيفون اكس آيفون اكس آيفون اكس معكس يعني جميع أنواع الآيفون المعروفة حينما سيقوم بالتعرف على الآيفون الخاص بك سيقوم بتحميل السوفت وير المناسب لإصلاح هاتفك الآيفون نعم أمر سهل جدا يعني يجب عليك فقط الانتظار لبضع ثواني طبعا على حسب الانترنت ويجب عليك التوفر على الانترنت طبعا ومن ثم سيقوم بتحميل الميكرو بروغرام الخاص بهاتفك أو بإصدار هاتفك الآيفون حينما سيقوم بالانتهاء من تحميل السوفت وير الذي من خلاله سيقوم بإصلاح الآيفون الخاص بك فكل ما عليك فعله هو الانتظار لبضع ثواني ومن ثم ستقوم بإدخال هاتفك الآيفون إلى وضع DFU طبعا هذا الوضع معروف جدا لأجهزة الآيفون هناك شروحات يعني يقدمها البرنامج نفسه لطريقة إدخال هاتفك الآيفون في هذا الوضع لكن إذ لم تعرف في كفيك الدخول إلى موقع يوتيوب تقوم بكتابات آيفون 7 أو آيفون 8 أو آيفون X وأمامه DFU من ثم سيعطيك طريقة إدخال هاتفك في هذا الوضع حينما تقوم بالوصول إلى وضع DFU هو سيقوم بتمرير الصوفتوير الخاص بجهازك الآيفون نعم الصوفتوير الأنسب لإصلاح جميع المشاكل المتعلقة بالصوفتوير السابق الذي ربما قد يتشنج في شعار الآيفون ربما قد يعطيك شاشة سوداء أو شاشة بيضاء أو أي شيء من هذا القبيل حينما ينتهي من تمرير الصوفتوير مبروك عليك لقد تم إصلاح جميع مشاكل الآيفون الخاص بك بسهولة ثم وانطلاقا من برنامج آيفون فيكس بو نعم هذه هي الطريقة الصحيحة والتي أنا استخدمتها شخصيا على هاتفي الآيفون 8 بلس كان يتشنج على شعار أو لوجو الخاص بأبل وقد تم الحل المشكلة والحمد لله انطلاقا من برنامج آيفون فيكس بو أنت أيضا إذا كان لديك أي مشكل من هذه المشاكل فجرب البرنامج قم بشراء النسخة المدفوعة وجرب إصلاح جميع هذه المشاكل التي ذكرتها في هذا الفيديو وكون على يقين أن البرنامج سيحل جميع مشاكلك طبعا رابط تحميل البرنامج ستجدوا أسفل الفيديو في الوصف نعم في الديسكريبشن بوكس وقد قم بالضغط على الرابط وقم بتحميل البرنامج على حاسوبك وتطبيق جميع الأمور التي شرحناها في هذا الفيديو إلى هنا نظر الموعد في حلقة مقبلة نمتم في أمان الله وإلى اللقاء